في مونديال سبعين تمكنت البرازيل إذن من الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها وبالتالي احتفظت بالكأس التي تحمل اسم جول ريمي كأس جميلة من الفضة الخالصة المطلية بالذهب على هيئة إلهة النصر الإغريقية هي من تصميم النحات الفرنسي بيلة فلو طولها يبلغ 35 سنتيمترا ووزنها حوالي 4 كيلو جرامات هذه الكأس اختفت ثلاث مرات المرة الأولى مع قيام الحرب العالمية الثانية عندما قام رئيس الاتحاد الإيطالي بإخفائها في صندوق أحذية أسفل سريره خوفا عليها إيطاليا في ذلك الوقت كانت بطلة للعالم الكأس رأت النور مرة أخرى بعد الحرب العالمية في مونديال البرازيل 1950 لكنها عادت للاختفاء مرة أخرى بل سرقت قبل مونديال 1966 في إنجلترا لكن ولحسن الحظ أنقذ كلب يدعى بيكلز المنظمين بعدما وجدها ملفوفة في ورق صحف ومدفونة في حديقة بجنوب لندن المثير أن هذه الكأس اختفت مرة ثالثة لكن في عام 1983 هذه المرة من مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرجح أن شخصا ما سرقها وأذابها في أحد الأفران في ريو دي جانيرو يبدو أن الثالثة كانت ثابتة هذه المرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر